أنا أترف معا في النقطة أنه أنا فرأ أن الأزمة الآن بإجماع كل المراغبين والمحلين أنه الأزمة الأزمة التي عاني منها السودان منذ الاستغلال حتى أن يوم من هذا أزمة سياسية في المقام الأول أفرزت أزمة اقتصادية في كل الحاجات في كل المشاكل الاقتصادية طيب انتفت الآن أستاذ مضيء يعني الآن الإشكالية السياسية انتفت الآن مهم إشكال السياسي الآن نعم الأشكالية السياسية لم تنتفي بصورة كاملة نعم سقط النظام ولكن لم تسقط أزيال النظام لم تسقط مؤسسات النظام في الخدمة المدنية لم تسقط الدولة العميقة داخل أجهزة نعم الوقود الآن الدولة بترسل تطمينات في الحكومة الانتغارية رسل التطمينات بأن الوقود سيعود غريبا ولكن أنا أفتكر أنه هي تطمينات لتهدية الشارع السوداني الساير الذي نطالب بحقوقه هذا الشارع لا يصمت على أي حكومة إن كانت لما لم توفر مطلباته الأساسية الأزمة الآن ظهرت في الطرمبات والوقود هناك تلاعب واضح في محطات الوقود نرجع لي مكانها وين؟ أنا أفتكر أنه مكانها وين لكن نعم افتكر أنه نحن محتاجين نحن محتاجين أنه الوقود ينساب بصورة كويسة تكون في آليات بتاعة مراقبة حقيقية منذ وصول الوقود من في المين البري حتى وصول الى الطرمبات بتنصيق محكم بين كل الأجهزة الأمنية والشراطية والغايمين على الأمر في المؤسسات الأخرى نحتاج إلى مراغبة شديدة أنا أفتكر أن أي حلول شراطية أو أمنية غاسية ضد هذا لم تؤتي أكلها أو تأتي بحلول جديدة وإنما تزيد المشكلة زيادة لكن نحتاج إلى رغابة من رغابة كبيرة كان يقوم على إصار الوقود للمواطن جهاز الأمن للمقابرة الوطن السابق الآن جهاز المقابرة أصبح جهاز معلوماتي نعم من يغوم بالرغابة؟ هناك وزارة متخصصة في هذا الشأن هناك أجهزة ولائية متخصصة في هذا الشأن عليها أن تغوم بدورة حتى يصال الوقود